اختطفوا محمد منير هايل بحجة كذبه وزوره وبهتان بأنه أخذ عليهم شوقي محافظة يعني سيارة مليانها زيبق أحمر طبعاً يسمعوا أن الزيبق الأحمر غالي وقالوا خلاص سيارة ملانها زيبق أحمر في العالم بأسرة ما بيحصلوا حملة سيارة زيبق أحمر على كل حال نحن نؤكد بأن هذا زوره وبهتان على آل هايل وأنه لا عندهم زيبق أحمر ولا عندهم الله مثقالة ذرة للخاطفين هذه الشهادة نشهد بها أمام كل مسلم يعني في أحد الخاطفين قال يعني تغلق علينا باب الحشيش ونعاد في معناه الوسيلة لا نأخذ ابناء الأثر يعني بتزاز للأسف الشديد يعني هؤلاء لا عندهم دين شلة لا عندهم دين لا عندهم أخلاق لا عندهم حياة على الإطلاق ولا تقدير لأحد عملنا معهم بكل حيلة ووسيلة مطالبهم اشتوا سيارتهم اللي فيها زيبق كما حسب قولهم أو يعني أربعين مليون سعودي يعني إذا وعدوا أخلفوا نتفق أنهم على اتفاق يعني ما يمشوا عليهم يعني حتى وصلنا طبعا وصل هناك أرض عليهم لأنهم مضطرين في سلامة الأخ محمد من رهايل أجبرنا على أن نعرض عليهم أشياء لأنه إذا حدث بيننا وبينهم قتال يعني نخشى أن يتصيبه بآذى فأضطرينا مثلاً طر الشيخ أحمد حسين القردعي إلى أن يقدم صالونا 2011 لهم وكذلك الشيخ أحمد محمد القردعي يقدم سيارة حبه 2013 أيضاً الشيخ خالد علي ناصر طريق قدم لهم صالونا تقريباً 2007 أنا قد أنا عرضت لهم عشرين مليون ريال من جيبي الغاص وهم يجيبوننا نحمد من رهايل سالم وللأسف لم يجدهم ذلك إلا طمع قالوا نحن نريد أربعين مليون سعودي فقلنا لهم آل هاي لو أنتوا في ألف ريال يمني لن يعطوه لأن آل هاي اللي يعطوا شيء للمختطفين هذا يعني أنهم هدروا أموالهم وأولادهم للإفتزازيين ما قلل صالحهم؟ ليس صالحهم أبداً أن يعطوا لأحد المختطفين الإطلاق لا يزالوا محاصرين هذا لا يربوا إلى مكان آخر والله نحن سوف نواصل للنهاية بإذن الله رب العالمين حتى يتم إطلاق صراح محمد من رهايل المفاوضات لا تزال مستمرة ولكن الغاطفين مصرين على أربعين مليون ريال سعودي وهذا لن يتحقق لهم على الإطلاق على الإطلاق والله الإجراءات نحن قد نضطر إلى استخدام القوة والله الحياة الموت بيد الله لو اجتمعوا أهل الأرض على أن يضروا الأخ محمد منير بشيء لأن يضروا إلا بشيء قد كتب الله له هذا شيء بيد الله لأنه ما بش أمامنا خيار يا إما مثلا حتجيب لهم طلبهم وإذا حتجاب لهم طلبهم هذا يعني تشجيع الغاطفين على الآل هائل وغيرهم من الآخرين أو يعني نستخدم القوة ما في غير ذلك طبعا الآل أكدوا أنهم لن يعني يعني يقدموا على ذلك أبدا فعلى كل حال ونحن يعني نؤيدهم أنهم لا يضحوا بأولادهم وعمالهم للافتزازيين على الإطلاق ولازم القضية هذه كلها يعني موقف حاسم بإذن الله والضغط مستمر على هؤلاء وتم الضغط على أخواننا يعني الجناح قبيرة الجناح بتوقع ورقة بأنهم مهدرين دم هؤلاء الخاطفين ودم من ولاهم وقعوا على هذه الورقة الدولة نحن منتظرين منها موقف حاسم نحن يعني الدولة للأسف لا حد الآن لازل تتفرج بس لا ندري ماذا يعني فكروا فيه معظمهم سوف يتخلق دولة ما بيتخلق هي نزلت قوة إلى مأرب على أساس يعني تروح اتجاه الخاطفين ومساندة قبيلة مراد ولا بد من حسم هذه القضية برمتها مهما كلفهم الثمن ونحن نعتبر أنفسنا مجاهدين في سبيل الله للأمر بالمعروف والنهي عن المنقر لأنه ما جزاء الذين يفسدون في الأرض لأن حد يعطيهم أموال ما جزاؤهم إلا كما حكم الله عليهم في محكم كتابه إلا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض هذا جزاؤهم في كتاب الله أما إن حد يعطيهم مطالبهم الله ليس معبول وليس منطقية نحن اضطرينا إلى العرض عليهم يعني من جوبنا الخاصة ليس من دالين سعيد من جوبنا الخاصة على أساس أو نحن يعني في سلامة للأخ محمد ولكن دون جدواء والله أولاً أوجه للأخوان الهيل سعيد بأن لا أحد يبتزهم أو يكذب عليهم أو ينصب عليهم ونحن نأيد قرارهم إنهم لن يعطوا ألف ريال يمن لا لهؤلاء ولا لغيرهم بالذين يبتزون الناس ويثبتوا على قرارهم هذا مهما أكلفهم التضحيات وأما الدولة فنحن ننتظر منهم موقف حاسم صارم ولا يستقيم الأمن والعدل إلا بحكم صارم من غير ظلم ولا بد من اتخاذ الموقف واتخاذ القرار النهائي ونحن سوف نساندهم بذلك قبيلة مراد بقى يساندوا لأن قبيلة مراد قبيلة شريفة إنما هذه شلة بسيطة قدوا بالأصابع لهم خمسة عشر سنة يمارسوا هذا الشيء ولا بد من استخدام القوة لا لا ما في يعني حل الاستخدام القوة أما المدارة هذه بتزيد الطين بالله لا فائدة أما الخاطفين فنصيحتي لهم بأنهم سوف يصلوا إلى طريق مسدود لأنه والله لن يعطيهم أحد شيء ولن نترك أحد يعطيهم ريال واحد مهما كلفنا الثمان احنا قد ضحينا باللي ضحينا بها ما قبلوه خلاص هذا الباب تغلب نهائيا وسوف يتم استخدام القوة ما في حل لهم يريدوا أن يسلموا رؤوسهم يسلموا لنا محمد منير هاي السعيد سالما معافا هنا يسلموا رؤوسهم ما لم الدولة باتتخذ إجراءاتها وأصحابهم ومرات بشكل عام جدهم فما يقدروا يواجهه الدولة هو قبلها يستحيل هذا الكلام الأخي بقى يصلوا له طريق مسدود وبقى يصلوا له النهائه ونحن نؤكد ذلك الأيام بيننا بقى يصلوا له طريق مسدود والله لن يربحوا من ذلك شيئا لو استمرت القضية عشرين سنة